هناك مشكلة ايضا يطرح في هذه الفترة هو الجانب النفسي الانسان مع سماع الاخبار ويعني كيش هرب قلق بتوتر احيانا بعرض اكتئاب فما كيش محسن من مجموعة من الاغذية اللي كتساعده على التخلص من هاد شي اول هاد الاغذية هي انه ياخد خبز دير شعير حسوة دير شعير ياخد تمر ياخد ياخد البانان لان هاد الانواع الغذائية هادي في هاد خبطوفان ليهما كيقوي والهورمونات دير السعادة ليولا ثغوتونين يمكن ايضا شربوا مشربات مهدئة بحل يعني اللي تيزان ولاء المنقوع دير بعد الاعشاب ولاء اللب النباتة طلعت رياب حل الويزة بحل منصانية بحل النعنع اللي كانوا عندهم جودة جيدة يمكن لنا نغلي والماء ونحطو كيمية قليلة منهم ونشربوهم قبل النوم غيساعدنا على الاسترخاء النوم باقي الاعشاب الاخرى جيدة ولكن الاستعمال دي هلا كان فضل انه يكون استعمال غدائي يعني ان نستعملوها في تحضر السلطات في تحضر الاكل حسن من ان ناخدها بجرعات علاجية لان الحد الانتحاجة متبتت انها من هاد الشي متبتت انها فعالة ضد هاد الفيروس ما زالين الدراسات في طور الانجاز ولكن يلخدنهم في الاغدية فهما بكل تأكيد اتغادين يفي دوناء حسن ما يلخدنهم بجرعات دوائية